يعد Poco X6 إضافة جديدة رائعة لسلسلة Poco X الشهيرة وهو يقدم العديد من التحديثات على الهاتف الذكي Poco X5 الشهير بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون أحد الهواتف ذات الأسعار المعقولة المزودة بشاشة Dolby Vision لذلك يقدم Poco X6 شاشة AMOLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1220 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز وهو يدعم Dolby Vision و HDR10 Plus مع تقنية التعتيم عالي التردد PWM بمعدل 1920 هرتز عند الحاجة تقع الشاشة فوق تصميم Poco التقليدي إلى حد ما والذي أصبح الآن حاصلا على تصنيف IP54 لمقاومة الغبار والرذاذ يعد معالج Snapdragon 7S Gen 2 هو قلب Poco X6 وهي شريحة ليست بنفس سرعة Snapdragon 7 Plus Gen 2 على الرغم مما قد يوحي به اسمها الغامض خيار التخزين الأساسي لجهاز Poco X6 هو 8 Gigabit RAM Plus 256 Gigabit تخزين UFS 2.2 وهو أمر سخي للغاية يتميز قسم الكاميرا أيضا ببعض التحديثات لسابقه Poco X5 يحتوي الإعداد الموجود في الخلف على كاميرا أساسية بدقة 64 ميجابيكسل والآن مع OIS هناك أيضا كاميرا فائقة للاتساع بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل أما كاميرا السيلفي 16 ميجابيكسل والآن يوجد خيار لالتقاط فيديو بدقة 4K وهو ما يعتبر ترقية رائعة الأجزاء الأخرى المثيرة للاهتمام في Poco X6 هي مكبرات الصوت الاستيريو والبطارية الكبيرة بسعة 5100 ميلي أمبير في الساعة مع الشحن السريع بقدرة 67 واط ونظام التشغيل الجديد HyperOS الذي من المفترض أن يأتي بعد أسابيع قليلة من التحديث الأول بشكل عام يقدم هاتف Poco X6 تحسينات ملحوظة في أقسام الشاشة والشرائح والكاميرا والشحن السريع ويأتي مزودا بحماية أفضل بكثير بالإضافة إلى مواصفات Poco X6 المذكورة آنفا فإن هاتف Poco X6 لا يخلو من عيب حيث أن الشيء الوحيد الذي نعتبره مشكلة محتملة هو كاميرا السيلفي ذلك لأن شركة شاومي مازالت عازمة بشدة على استخدام مستشعرات Quad Buyer القديمة منخفضة الدقة لكاميراتها الأمامية حتى على أغلى هواتفها فهي ترى أن هذا هو حالة أخرى لتوفير التكلفة أخيرا ماذا بداخل علبة Poco X6؟ ككل سلسلة X التي تأتي معبأة في علب سوداء بملصقات صفراء تحتوي العلبة على جهاز Poco X6 مع شاحن بقدرة 67 واط وكابل USB A2C وحافظة سيليكون سوداء كما يأتي كذلك هاتف Poco X6 مزودا بطبقة حماية رقيقة مطبقة على شاشته ترجمة نانسي قنقر